وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا شوف الرحمة هي أخاه هارون نبيا ودي أعظم أعظم منة لأخ على أخيه منة موسى على هارون أعظم منة منها أخ يعني جعلها أخ لأخيه هي منة موسى على أخيه هارون لأنه طلب له طلب له النبوة يعني تخيل حارون عليه السلام هارون عليه السلام طلب له موسى النبوة بقول له يا رب أنا عاوز هارون معاه قال سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بأياتنا أنتم وانتمعكم الغالبون فلا يتنقل هارون أخي أشدد به أزري دايما سبحان الله في القرآن تعظيم أمر الأخوة سواء كانت أخوة دينية أو كانت أخوة أو كانت أخوة نسبي يعني سبحان الله يعني مثلا شوف في القرآن يقول له آواء في القرآن في سورة يوسف آية جميلة يقول الله عز وجل آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يفعلوا يعني شوف يقول له إني أنا أخوك وشوف لفظ الإيواء ده آوى إليه أخاه وبعدين سيدنا يوسف يقول له هذا أخي أخي قد من الله علينا قال أنا يوسف لما اختشفوه خلاص قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا فأعظم منا لأخ على أخيه هي منة موسى على هارو لأنه طلب له النبوة يعني شوف طلب له أشرف شيء مش طلب له الفلوس ولا طلب ولا طلب ولا طلب لا طلب يقول له رب أنا عاوز يبنى بي معايا يبنى يعني شوف سبحان الله ولذلك سبحان الله دايما المصالح الدينية وانتبهوا إلى هذه الفائدة المصالح الدينية لا تتعارض لا تتعارض يعني أنا مثلا داعية مثلا يعني أو أنا مثلا بحفظ قرآن بعمل أي نوع من أنواع الخير دايما المصالح الدينية ما تتعارضش طلع واحد تاني بحفظ قرآن ولا بقول تفسير مثلا أحرب بقى أفضل حرب وأفضل أفطس فيه عشان خطر ما ينفعش لازم أنا الوحيد اللي أبقى بتكلم في التفسير وعلوم القرآن ما فيش حد غيره في الدنيا لا سبحان الله شوف سيدنا موسى بقول له إيه لأننا عاوزوا نبي معاي يعني أنا عاوز ده هارون نبي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أقول لأننا عاوزوا نبي معاي فالمصالح الدينية لا تتعارض وذلك سفيان الثوري كالناس بفهمه السلف سفيان الثوري لما سأل عن إخوانه من العلماء يعني يقول فين فلان ألوان فين فلان ألوان فين فلان ألوان فقال فبكى سفيان الثوري رحمه الله تعالى بكى وقال ومن الشقاء تفردي بالسؤددي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي هلك الجميع فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي يعني حملة تقيل إن الإنسان لوحده يكون بيتكلم في فن من فرعهم ولا بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى فالزاك دائما إنت لو وجدت معينا لك على الخير خليه معينا على الخير مش لازم مش لازم تفتصه يعني علشان هو بيتكلم في نفس الباب اللي تتكلم فيه أو العلم الذي تتكلم فيه أو أو إلى آخره يعني وهذا نأخذه من قصتي من طلب موسى عليه السلام النبوة لأخي هارون عليه السلام طبعا سيدنا هارون كان عابدا صالح أنه نتقدم معنا كما في قول بعض المفسرين يا أخت هارون كانوا نشبهها بهارون ده لأن هارون من أجداد مريم هذا هارون أخو بوس فهو من الأجداد فبيقول لها يا أخت هارون يعني في العبادة هارون ده كان مذكور بالعبادة والتقوى والصلاح ترجمة نانسي قنقر